اشتركوا في القناة اما الرئيس المصري بتوجيه رسالة مباشرة للنظام الجزائري قبل عقد القمة العربية بالجزائر ودع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى عدم التعامل تحت اي شكل من الاشكال مع التنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة فيما شدد على دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية وشدد السيسي على ضرورة الدمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة اراضي الدولة مشيرا في حوار رسمي مع وكالة الانباء القطرية ان القمة العربية المقبلة بالشقيق الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الامة العربية التي تشهد العديد من الازمات وتوطرات وتفشي خطر الارهاب واكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة اراضي الدول مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات العربية البينية مع اهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهنة على التنصيق والشاركة من اجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الامن والمصالح العربية المشتركة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء